مخارج الحروف سبعة عشر مخارج الحروف سبعة عشر على الذي يختاره من اختبر مخارج الحروف سبعة عشر على الذي يختاره من اختبر مخارج الحروف سبعة عشر على الذي يختاره من اختبر مخارج الحروف سبعة عشر على الذي يختاره من اختبر مخارج الحروف سبعة عشر على الذي يختاره من اختبر مخارج الحروف سبعة عشر على الذي يختاره من اختبر مخارج الحروف سبعة عشر على الذي يختاره من اختبر للجوف ألف وأختها وهي حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقصى الحلق همز هاء للجوف ألف وأختها وهي حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقص الحلق همز هاء للجوف ألف وأختها وهي حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقص الحلق همز هاء للجوف ألف وأختها وهي حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقص الحلق همز هاء للجوف ألف وأختها وهي حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقص الحلق همز هاء للجوف آليف وأختها وهي حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقصى الحلق همز هاء للجوف آليف وأختها وهي حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقصى الحلق همز هاء ومن وسطه فعين حاء ومن وسطه فعين حاء ومن وسطه فعين حاء ثم لأقص الحلك همز هاء ومن وسطه فعين حاء أدناه غير خاءها والقاف ثم لأقص الحلك همز هاء ومن وسطه فعين حاء أدناه غير خاءها والقاف ثم لأقص الحلك همز هاء ومن وسطه فعين حاء أدناه غير خاءها والقاف ثم لأقص الحلك همز هاء ومن وسطه فعين حاء أدناه غير خاءها والقاف مخارج الحروف سبعة عشر على الذي يختاره من اختبر للجوف ألف وأختها وهي حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقص الحلك همز هاء ومن وسطه فعين حاء أدناه غير خاءها والقاف مخارج الحروف سبعة عشر على الذي يختاره من اختبر للجوف ألف وأختها وهي حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقص الحلك همز هاء ومن وسطه فعين حاء أدناه غير خاءها والقاف مخارج الحروف سبعة عشر على الذي يختاره من اختبر للجوف ألف وأختها وهي حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقص الحلك همز هاء ومن وسطه فعين حاء أدناه غير خاءها والقاف مخارج الحروف سبعة عشر على الذي يختاره من اختبر للجوف ألف وأختها وهي حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقص الحلك همز هاء ومن وسطه فعين حاء أدناه غير خاءها والقاف مخارج الحروف سبعة عشر على الذي يختاره من اختبر للجوف ألف وأختها وهي حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقص الحلك همز هاء ومن وسطه فعين حاء أدناه غير خاءها والقاف مخارج الحروف سبعة عشر على الذي يختاره من اختبر للجوف ألف وأختها وهي حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقص الحلك همز هاء ومن وسطه فعين حاء أدناه غير خاءها والقاف